تدرون أكو شيء يسموه الآن الفوضى الخلاقة الربيع العربي اللي هو في الواقع خريف عربي ربيع لهم وخريف علينا فلسفته هكذا كما صرحت بذلك مراكز دراساتهم الفلسفة هي سموها الفوضى الخلاقة يعني نخربط الوضع كله حتى نصنع شيء جديد كله يكون لصالحنا مية بالمية العملاء الجدد يكونون أفضل من القدامى بكثير يركعون ذلك كانوا يركعون ذو لا يسجدون والعياذ بالله مثل ما قاعد نشوف الفوضى الخلاقة هاي فلسفة فوضى خلاقة في السياسة فوضى خلاقة في العسكر كما نشوف صوه في سوريا والشكل الآخر صوه في مصر وأشكال أخرى في أماكن أخرى شنو النتيجة الدمار هم يبيعون أسلحتهم وهم بيدهم مقاليد الأمور والدمار لنا والخراب لنا فهناك فوضى خلاقة في السياسة لا علينا الآن بها وهناك فوضى خلاقة في منطقهم لأنه تخلق ما يرغبون فيه فوضى خلاقة في الأديان فوضى خلاقة في صناعة الأديان في صناعة المذاهب في صناعة الفرق الأمة الإسلامية أمة واحدة أتباع أهل البيت هم وحدة واحدة فهذه الوحدة الواحدة خلي نفككها نسويها مثل القنابل الانشطارية أو مثل القنابل العنقودية المشكلة الأساسية هكذا نجمت أنه الرسول صلى الله عليه وآله قال ستفترق من بعدي أمتي إلى 73 فرقة فرقة ناجية والباقون في النار واضح أنه المقصر منهم المعاند وإلا ذاك اللي بالفعل يجهل الحق من غير عناد فإنه يعاد امتحانه يوم القيامة حتى من الكفار مسيحي يهودي بوذي غير ذلك يعاد امتحانه يوم القيامة لو كان قاسرا نقول بأنه هاي فلسفة فلسفة أنه خلنكثر في هذا المذهب نوجد مذاهب جديدة في هذا الدين نوجد انشطارات جديدة في الدين أوجدوا انشطارا اسم البهائية لعله نشير له لاحقا لهذا الانشطار أوجدوا انشطارا لاحقا اسم القاديانية هذا في الدين جديد توفي مؤسسه عام 1309 في الهند في المذهب نوجد انشطارات هاي الفرقة وهاي دعوة السفارة وهاي الفرقة الجديدة والفرقة الثالثة والفوضة الخلاقة في الأديون والمذاهب